بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد رجل يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة على جواز شد الرحال إلى القبور وأنه من باب أولى شد الرحال إلى قبري صلى الله عليه وسلم لعموم قوله ألا فزوروها وأنه ليس هناك وجه للإستدلال بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على منع شد الرحال إلى القبور فما قولكم إذاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم قولنا في هذا أن الواجب على المؤمن أن لا يستدل ببعض المنصوص ويهمل الأخرى فالشريعة الإسلامية صدرت من واحد إلى واحد مبلغ صدرت من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نجمع المنصوص بعضها إلى بعض فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه أنه قال ألا قد كنت نهايتكم على زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لف تذكر الآخر هذا ثبت وهو عام فزوروها لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكان دون مكان ولا ذكرا دون أنثى ولكن من المعلوم أن النصوص العامة أو المطلقة تحمل على الخاصة أو المغيبة فمثلا المرأة لا تزور القبور وإن كان ظاهر هذا النص دخول المرأة بذلك لكنها لا تزور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى زائرة القبور فيستثنى من ذلك المرأة لا يحل إليها عن تزور القبور أي كان حتى ولو كان قبأ بيها أو أمها أو أختها فإن ذلك حرام عليه بل قد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور وعلى هذا فتكون زيارة المرأة للقبور من كبائر الدنيا يستثنى من ذلك أيضا ما يحتاج إلى شد رحم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أهل المدينة الذين يمكنهم أن يزوروا البقية بدون شد رحم ويلحق بهم من مات لهم ممن يتكون زيارته لا تحتاج إلى شد رحم ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من العلمة أنهم قاموا بشد رحم إلى زيارة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وشدة محبتهم للخير والرغبة فيه وتيسر الأمور لهم في بعض الأحوال وحيث لم يكن ذلك من داب السلف فإننا لا نحيد عن طريقه وأما قوله لا تشد أن هذا الحديث لا تشد لحاله إلا إلى ثلاث مساجد فهو محل خلاف بين العلماء هل يدل على من شد الرحل لأي مكان كان إلا المساجد الثلاثة كما اختاره بعض العلماء وقال إن المراد النهي النهي عن شد الرحل لأي مكان كان ومعلوم أن الذي يشد الرحل إلى المقبرة ليس يتصل بالمقبور ويتحدث إليه ويعنصه وإنما يزور المكان في أي مكان كان هذا المقبور فهو يريد المقبور لا يريد فهو يريد مكان القبر لا يريد أن يدخل في القبر أو أن يخرج الميت إليه ومن العلماء من قال إن هذا نهي عن شد الرحل إلى المساجد سوى المساجد الثلاثة وأنه لا علاقة له في شد الرحل إلى زلاثة أبور ونحن نقول هب أن المراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا لكن هل أحد من أصحابه أو من أئمة الأمة شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد هذا إطلاقا وإذا يوجد فلن فيه نسوة فنقول لا تشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى ولكن شد الرحل إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لا